بها الدين وجلال الدين نحن عمصي وعدد كتير من الصحفين الكبار هتلاقي في نفس اللحظة إنك مفيش حد جامد مش موجود يعني هتلاقي يعني عدد من يعني بص الصورة الجامدة دي يعني أقوى من أي تعليق أنت بتتكلم لما يبقى فيه نجيب محفوظ يوسف إدريس توفيه الحكيم إحسان عبد القدوس دي دولة استقلت وخلاص يعني دي دولة في الأدب هتكتشف برضو إنه العقاد وطاع حسين يتولده في سنة واحدة سنة 1889 السنة دي من السنين يعني المؤسرة في تاريخ مصر هي جات بعد سبع سنين من الاحتال بريطاني وكان في الوقت ده تقريبا فيه تجريف إيه ده ده هم اللي اتنم مع بعض صحيح والصورة دي يمكن في اجتماع من اجتماعات الوفد يعني لأنه مصطفى النحاس باشي كان موجود برضو هي الحياة الحزبية كانت شديدة الأهمية في الوقت ده آه لا وكمان العقاد كانوا بيسموه يعني اللي سميه الكاتب الجبار كان ساعد باشي زغلول آه فكان انت مدخل ان ساعد زغلول يسمي حد كاتب الجبار فأطلقه على ساعد زغلول فبقى لقبه الكاتب الجبار لأنه هو اتعرف عليه في بداية حياته العمل مع حوار صحفي سنة 1908 كان لسه كان ساعد زغلول وزير ساعتها المعارف نظر المعارف ساعتها واللي هو وزير التربية والتعليم وكان العقاد لسه يبتدي حياته الصحفي أنا عايزة أقول لك كان فيه عمل درامي أنا بشوفه من أهم وأعظم وزي ما أنت عايزة تقول الأعمال الدرامية رجل من هذا الزمان آه طبعا بتاع قصة حياة مشرفة المسلسل إنعام محمد علي المسلسل ده كان بتكلم تاريخ كان بتكلم سياسة كان بتكلم علم بتكلم ثقافة يعني أنا مش عارف ليه المسلسل ده مش شو هيتحقه حتى في الإزاعة ده حقيق عايزة أقول لك ده أنا استفدت منه استفادة قصة صراحة يعني للأسف إحنا محتاجين برضو الأعمال دي يعني بعد الدكورات الجميلة أنا رأيي أن يعني التكنولوجيا التطورد أكتر بكتير من الفن يعني الفن نفسه اللي هو فن الأداء أو القدرات الأعلى فنيا إحنا بنتكلم على جبابرة من شوية كان التكنولوجيا للتطورد دي محتاجين نشوف الأعمال دي بعيون تانية بالتكنولوجيا دي بالدكورات دي بالحاجات الجميلة دي فكرة إنك تشوف مصطفى مشرفة أو تشوف العقاد أو طاح سين أو ما زكي حيث نكون نعمل أعمال درامية كتير يعني مثلا الأيام أه طبعا والأيام وتعمل دراما وتعمل سينما صحيح وتعمل الاتنين كانوا في نفس السنة بمناسبة يعني كان الاتنين في توقيت واحد طلعوا يعني كان أحمد زكي ومحمود ياسين صحيح وكان المفروض محمود ياسين تعرض عليه يعمل الاتنين بس اعتذر عشان يعمل السينما وتعرض على عزة العليل يعمل ما كان أحمد زكي واعتذر لأن محمود ياسين هيعمل فيلم فخاف من فكرة المقارنة ثم لما تعمل المسلسل يمكن المسلسل ده في غلطة تاريخية نقولها لأول مرة في مشهد المفروض أنه طاح سين رايح يزور أحمد لطف السيد في المكتب في التوقيت ده أحمد لطف السيد ومفروض قاعد في جورنال الجريدة يعني هو مفود رايح